ايه الفايدة ان ربنا مدك العمر وشارب منك عانك وتطلع من حفرة تقع في دوح ديارا يبقى بالزمة ربنا بيحبك ان يجابك في الدنيا دي المتعبة إبليس بيدبر لنا في كل لحظة مكيدة وكلمة مكيدة يعني حفرة عشان يوقعنا فيها يعني يبتدي يعمل لنا خطة عشان يجيب رجلينا يحب يدخل لنا بأي طريقة احنا بنحبها عشان يوقعنا في الخطيئة إبليس ما بينامش يعلمني الكسل وما بيكسلش يعلمنا الانقسام على بعض لكن مملكته متحدة يعلمنا النوم لكن هو ما بينامش أسد يزقر يجول ملتمس من يبتلعه فحلوة جدا لكي تثبته أمام مكيد إبليس وإبليس المكيد بتاعته مجيش غير في وقت الضعف يعني يسوع المسيح صام أربعين يوم بعد ما خرج من نهر الأردن والقاب شهد عنه طبعا الشيطان شاف إن هذا هو ابن الحبيب ورح صام أربعين يوم ولا تحرك الشيطان من مكانه سابه لغاية عنده آخر يوم أربعين يوم يقول لك جاعة أخيرا بمجرد محص بجوع ومعدته طبقت فيه ونفسه يأكل جاي يجري جاءه المجرب وقال له آه أنت ابن الله لسه بيقول لابني تقدر تخلي الحجارة خبز فهو دايما بيجي في الصغرات الضعف أو التجربة لما جيني يجي يصيرني ضد الله زي ما أثار أدم وحوى قال لهم أحقا أحقا قال لكم الله لا تأكلها من كل خلي بالك من كل شجر الجنة هو الشيطان مش عارف لا عارف عارف إن ربنا قال له ما تأكلوش من شجرة واحدة طب ليه جاي تقول لحوى من كل شجر الجنة عايز أخليها إن ربنا دا ما بيحبكمش يعني إيه؟ يعني إيه الفايدة ربنا حاطتكم في جنة وحرمكم من سمرها من كل شجر الجنة أقولها بطريقة بلدية إيه الفايدة إن ربنا مدك العمر وشارب منك عقنك وتطلع من حفرة تقع في دهديرة يبقى بالزمة ربنا بيحبك إن جابك في الدنيا دي المتعبة هو بيدخل عشان يصيرك ضد الله اللي أحبك أكتر من نفسه وبذل نفسه من أجلك هو بيحاول يعمل كده عشان كده بيقول لكي تثبته ضد مكايد إبليس تعالوا بينا نسأل سؤال اتعلمته في الجيش في الجيش في حاجة اسمها تكتيك حرب إيه هو التكتيك الحرب؟ لما دولة تحب تقوم بحرب بتسأل أربع أسئلة وبعد كده تقرر إن كانت هتحارب ولا لا؟ السؤال الأول من هو العدو؟ السؤال الثاني ما هي خبرته؟ السؤال الثالث ما هي أسلحته؟ السؤال الرابع ما هي الأرض التي ستقوم عليها الحرب؟ الأربع أسئلة دول بيدرسوا في كل جيش العالم في تكتيك الحرب لما نيجي في الحياة الروحية من هو العدو؟ إبليس هو مصنوع من نار من نور من أقوى مادة وأنا مصنوع من طراب من أضعف مادة طيب نمر اتنين إيه هي خبرته؟ خبرته ستة لاف سنة من ساعة ما وقع آدم لغاية ما جاني أنا طيب وإن خبرة أديه بمدى عمري؟ كان عمري ثلاثين يبقى خبرة ثلاثين سنة خمسين خمسين سنة ثمانين يبقى ثمانين سنة دي الخبرة يبقى خبرته أكتر من خبرتي معدنه أقوى من معدني طيب إيه هو سلاحه؟ الحكمة وأنا سلاحي ده ربنا قال إن أكونوا حكماء كالحياة يعني حكمته أكتر مني طيب إيه هي الأرض اللي تدور عليها المعركة؟ تقولي هي الأرض اللي بتساعت في الحرب دايما اللي فوق يشوف اللي تحت في حتة اسمها الجولان دي تباح سوريا مستولية عليها إسرائيل تبتكر إسرائيل مستولية علي الجولان ليه؟ لإن اللي يملك الجولان لو إسرائيل ملكة جولان يبقى سوريا تحتها ولو سوريا ملكة جولان يبقى إسرائيل تحتها لإن دي المرتفع اللي بيكشف ده وده فإسرائيل مستولية عليها عشان تبقى سوريا تحته طيب من اللي فوق يغلب اللي تحت طيب الأرض اللي بتدور فيها المعركة بيننا وبين إبليس هو شايفنا لكن إحنا مش شايفينه يبقى اذا من الاربع نواحي دول هو المنتصر طب والحل هل الحل ان احنا نعمل مصالحة طبعا لا مصالحة يعني نفضل عبيد ليه ويمشينا زي ما هو عايز طب وما للحل التاني نستعين بقوة مش احنا اللي بنستعين ده فيه قوة مدت لنا ايدها مستعدة انها تعمل فينا فاذا هنا مطلوب مننا حاجة من الاتنين يا اما احنا نستسلم وهو يبقى السيد واحنا نبقى العبيد ويضيعنا يا اما نستعين بقوة اقوى منه وهنا تقف معانا وتكمل ضعفنا وننتصر عليه العجيبة ان القوة مش احنا اللي بنستعين بيها هي اللي بتعرض نفسها علينا هي اللي بتمدي ايدها وتقولنا انا هو اطلبوني عشان كده المسيح يسوع قال لنا ان الروح القدس هو دي القوة اللي هتيجي روح الله ويسكن فيكم طب ولما يسكن فينا هل تقدروا تحاربوا ابليس لان الذي فيكم اقوى من الذي فين من الذي في العالم اشتركوا في القناة